بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين طالبات العزيزات في كلية الصيدلة أسأل الله تعالى أن يمن عليكنا وعلى عوائلكنا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع بقاع الأرض بالسلام والأمان والشفاء العاجل من هذا الوباء ومن هذا المرض بكثرة الدعاء والصلاة على محمد وعلي محمد توضيح للمحاضرة التي أرسلناها سابقا بشكل PDF بعض الأمور المذكورة هنا قد تكون هي للإطلاع وأنا سأوضح أنا سأحتي باللغة العربية سأكون المحاضرة واضحة وهي أتكون باللغة الإنجليزية موضوعنا بالشكل العام هو البراجر والتمبراتر الضغط ودرجة الحرارة نجي نعرف شنو هو البراجر بشكل بسيط نعرف البراجر على أنه هو قوة مسلطة على مساحة قوة على مساحة هو هذا الضغط هذا يعني التعريف الأبسط الوحدة الأساسية للضغط هي الباسكال والباسكال من جاية؟ جاية من وحدات قوة اللي هي النيوتن لوحدات المساحة اللي هي المتر المربع لهذا كل نيوتن على متر مربع رح ينطيني واحد باسكال هناك وحدات مشتقة من هذه الوحدة مثلا ممكن أن نتعامل مع الكيلو باسكال أو ممكن أن نتعامل يعني نعامل الضغط بوحدات البار وكل بار يعادل ميت كيلو باسكال وأيضا لدينا وحدة الأتموسفير اللي هو واحد ضغط جو ونقول عليه واحد ضغط جوي الأتموسفير يختصر ب small ATM اللي هو الأتموسفير وهذه الوحدات اللي أمامنا هنا مثبتة مع هذه المصطلحات اللي هو الأبسل يوتو برجار والأتموسفيريك برجار والقيج برجار وغيرها الأتموسفير كل واحد أتموسفير يعادل 101.32 كيلو باسكال 101.32 كيلو باسكال كل واحد أتموسفير نجي لهذه التعريفات الموجودة مثلا شنو هو القيج برجار على سبيل الفرد يعني المقياس يعني ضغط الجهاز نفسه القيج برجار والفاكيوم برجار اللي هو هاي المصطلحات ترتبط بما يسمى بالأبسليوت برجار هذا الخط الأخضر هذا الأبسليوت برجار يعني أقدر أقيس مثلا القيج برجار هذي البي كيج اللي جاي يشوفو هذا السهم اللي صاعد من الأتموسفيريك برجار وهو الأتموسفيريك برجار من هذا الـ Ground إلى الـ Atmospheric. هذا الـ Atmospheric pressure. الـ Gage pressure من الـ Atmospheric pressure يضاف المن إلى الـ Absolute pressure فنقدر نطلق جد الـ Gage pressure. الـ Atmospheric pressure هو هذا الخط الواسع اللي هو يبدأ من الخط الأسود إلى الخط الأخضر. هكذا بالنسبة إلى الـ Vacuum pressure. الطريقة الأساس لقياس الضغط يكون بدلالة المانوميتر. بشي نقيس الضغط؟ بجهاز يسمى المانوميتر. هذا المانوميتر موضعنا هذا بالشكل لأمامنا هذا الشكل. هذا الشكل المانوميتر. نعم. خلنجي. شو حصلنا على هاي المعادلة اللي موجودة بالمربع المخطط بالأحمر. هاي المعادلة الأخيرة اللي هي Peak Gage يساوي Ro-G-H يعني Gage pressure. من محصلة القوى أجهناها لهذه الأسطوانة اللي عندي من محصلة القوى هذا يعني Free Body Diagram هذا نفسه اللي هنا بهذه البارو المانوميتر هذا اللي جاي يشوفوا أمامكم هنا رح نرسمها على صفحة كإنما وهذا العريض اللي أمامنا هذا هذا نفسه جبنا من من هذا الجزء هذا الجزء الصغير جبنا هنا نجي من محصلة القوى نسوي Force Balance نوازن القوى محصلة القوى شو الساوي؟ يعني معناته مجموعة القوى إلى الأعلى تساوي مجموعة القوى إلى الأسفل خلني شوف شنو القوى اللي عندي الموجودة القوى من الأسفل هاي الأسهم اللي جاي نشوفها هاي الأسهم الصغيرة الحمر من الأسفل هذه القوى عندي فقط طبعا قلنا احنا P لبرجر هو قوى على مساحة لهذا إذا ضربت الطرفين بالوسطين يعني F تساوي P على أي معناته P يساوي F على أي إذا ضربت الطرفين بالوسطين رح يصير عندي F يساوي P في أي يعني ضربت الطرفين بالوسطين فالقوى تساوي الضغط بالمساحة عندي كل القوى من الأسفل إلى الأعلى هي PA ضغط في مساحة مجموعة القوى من الأعلى إلى الأسفل هي الاتموسفيرك برجر مضروبة في المساحة معناته بسبب تأثير الضغط الجوي في مساحة هذه الأسطوانة زائد ضغط السائل المائع الموجود في هذه الأسطوانة اللي هو عبارة عن رو في في جي الكثافة بالحجم في التعجيل الأرضي أقدر أستعيض عن الحجم حجم رح أستعيض عنه اللي هو عبارة عن المساحة A في رح أرجع للمعادلة هنا المساحة A في الارتفاع العمود السائل فإذا رح تصبح أدي هاي المعادلة الأولى هاي المعادلة أول معادلة PA يساوي P Atmosphere في A هذه هي القوة الأولى قلنا عليها من الأعلى للأسفل زائدا رو VG ويساوي P Atmosphere الضغط الجوي مضروب في A زائدا رو شلت V من الحد الثاني شلت V هنا واستعاضيت مكانها مساحة في ارتفاع اللي هو H في A في G أصبح أصبح عندي كل الطرفين معادلة بها A ممكن أن أختصر A يبقى عندي فقط P Atmosphere هذا المربع الأحمر P الضغط سيساوي P Atmosphere زائدا Rho GH هذا رو GH كثافة الماء أو السائل في التعجيل الأرضي في ارتفاع عمود السائل هو نسمي P G هو هذا G برجر نقدر نطلع من هذه المعادلة التعجيل الأرضي مثل ما نعرف بنظام الوحدات الدولي اللي هو المتر كيلوغرام ثانية يقاس بالمقدار 9.8 1 متر للثانية تربية هاي بالنسبة إلى الصفحة الأولى نجي للصفحة الثانية نتبع مع بعض قدنا في هذه الصفحة بما ننقيس الضغط الجوي الأتموسفيريك برجر الأتموسفيريك برجر انقيسه بمقياس يسمى مقياس الضغط الجوي البروميتر مقياس الضغط الجوي وطبعا الزئبقي الميركري باروميتر مقياس الضغط الجوي اللي هو الزئبقي ويسمى بالبروميتر هذا الشكل البروميتر هذا البروميتر نقيس بالضغط الجوي وطبعا الزئبقي وطبعا الزئبقي معناه لازم ناخذ كثافة الزئبق بنظر الاعتبار كثافة الزئبق 13.6 كيلوغرام لكل متر تكعيب موجودة بالمربع الأحمر هذا أمامنا هذه مقدارها ثعابة هذا أيضا من التجربة تبين أن عمود هذا الزئبق في هذه الأنبوب مقدارة H يساوي 760 مليمتر زئبق الارتفاع مالته H يساوي 760 مليمتر هذا الزئبق نحن جاين H و عدنا التعجيل الأرضي أيضا مقدار ثابت من المعادلات بالصفحة الأولى معادلة الأخيرة تبين أن P ممكن أيضا نستخدم نفس المعادلة P الأتموسفير يساوي رو نحسر رو المن للزئبق عدنا مقدارة 13.6 كيلوغرام للمتر تكعيب G تعجيل الأرضي 9.81 متر للثانية تربيع و H عمود الارتفاع عمود الزئبق اللي هو 760 مليمتر لهذا راح نحصل على P أتموسفير في هذا المربع اللي أمامنا من تعويض هاي الثرابط راح يطلع P الضغط الجوي هو يعادل 101.32 كيلو باسكال الضغط الجوي راح يعادل 101.32 كيلو باسكال طبعا هذا حصلنا عليه من تطبيق هذه القيم في هذه المعادلة لأمامنا هذه المعادلة لأمامنا نعم نجي إلى خلاصة للتعريفات هذه اللي مرت علينا قبل قليل نعرف الضغط شنوه الضغط هو القوة لوحدة المساحة الضغط هو قوة لوحدة المساحة يعني قلنا وحدات نيوتين لوحدات متر تربية راح ينطيني واحد باسكال بالنسبة إلى العمود السائل الضغط عمود فدماء معين الضغط يقاس من نفس المعادلة P رو جي اعتمادا على نوع هذا المائع فمثلا بالباروميتر قبل شوي قلنا زيبق فاستخدمنا الرو للزيبق الزين الرو هي كثافة المائع الجي قلنا هي ثابت اللي هو التعجيل الارضي اتش هو ارتفاع عمود هذا المائع نجي عندنا القيج براجر شنوه القيج براجر هو الضغط نسبة الى الضغط قياسي الضغط قيج براجر هو عبارة عن الضغط نسبة الى الضغط قياسي هذا الضغط القياسي يسمى الضغط الجوي اتموسفير كبراجر لهذا يعطى من المعادلة البي قيج يساوي بي ابسليوت مطلق هذا ناقصا واحد اتموسفير نقدر نحصل على البي نجي شنوه الابسليوت براجر الضغط المطلق هو الفرق بالضغط هو فرق بالضغط شي يمثل صاف القوة لوحدة المساحة ضغط يعني قوة على مساحة فهو صاف القوة لوحدة المساحة اذا اريدنا نناقش مثلا ضغط الدم وضغط الهواء في الرأتين راح نفرض انه مصطلح الضغط هنا يشير الى الضغط المقاس يعني نسبة الانمن الى الضغط الجوي قلنا وقلنا الاجبرجر نسبة الى ضغط يعني قياسي هو الضغط الجوي الضغط الجوي هنا نقول على الوكل اتموسفير الضغط الجوي الموضعي وين احنا جاي نقيس ضغط الدم موضعي الهواء في الرأتين هنا ايضا يكون موضعي في هذا الموضع خلنا ننتقل الى الصفحة الثالثة البرجر بالجسم الضغط بالجسم مثل ما نعرف انه ضغط الدم يقاس باستعمال جهاز قياس ضغط الدم الشرياني هذا قياس مال ضغط الدم اللي هو نسمي سفايقو مانوميتر سفايقو مانوميتر هذا القياس الضغط اللي موجود عند كل بيوتنا يعني نقيس بهذا الضغط مين يتألف هذا للجهاز طبعا هذا يعني معلومات ويفترض انه انا انطيكم شكل الجهاز لكنه معروف موجود معلومات عامة تستفيد من العده باعتباك زواة التخصص هذا الجهاز يتألف من الكاف هذا الكاف بعض الاحيان يسمون الهانت كاف اللي هو هذا يعني الثانية او الطوق اللي يلف على ذراع يعني المريض او المراجعة او اللي يراد قياس ضغط ضغط زين البصل وهذا الشكل البصلي اللي نضغط ها يضغط ها الطبيب اللي يسموها سكويز بارب والعداد الميتر اللي يقيس الضغط بالكف بالطوق يقوم يقوم الجهاز هذا بقياس نبضات الدم في الشرايين نتيجة عملية يعني الضخ في القلب يقيس النبضات النبضة عبارة عن بيك نبضة يعني شكلها يكون بيك واكو يعني بها قمة وبها قار الضغط هنا المقاس رح يكون نوعين ضغط انقباضي نسميه الضغط الانقباضي سايستوليك اللي هو أعظم ضغط للدم وين عند قمة النبضة الضغط الانقباضي هو أعظم ضغط للدم عند قمة النبضة نحن نسميه العالي بالمصطلح الدارج نسميه العالي الضغط الانبساطي النوع الثاني ضغط الانبساطي دايستوليك اللي هو أوط ضغط للدم بين النبضتين أوط ضغط للدم بين النبضتين هذا نسميه الضغط الانبساطي وبالدارج عندنا نسميه الواطي العالي والواطي عند الشباب الأصحاء شاب السليم اللي يتمتع بصحة جيدة يكون الضغط الانقباضي 120 مليمتر زيبق الانبساطي يعني العالي 120 مليمتر زيبق والانبساطي يكون بحدود 80 مليمتر زيبق يعني نقول عالي 120 مليمتر زيبق الواضي 80 مليمتر زيبق زيبق عند جريان الدام إذا صار جريان للدام لهاي الفقرة الأخيرة من الصفحة الثلاثة خلال جهاز الدوران فإن الطاقة الطاقة الأولية اللي يحملها هذا الدام اللي تجهز عملية ضخ الدم راح تتحلل بطريقتين أو بآليتين يعني يصير لوز هنا فقدان النوع الأول من الفقدان هو عبارة عن فقدان أو خسران يرتبط بتقلص وانبساط الشرائين عملية تقلص وانبساط الشرائين النوع الثاني يكون عن طريق الجدران ونتيجة عملية الاحتكاك بسبب زوجة الدم وهذا طبعا يرتبط بجريان الدم اللي هي النقطة المبينة 1 و2 من نعاية الصفحة ثلاثة خل أنتقل إلى صفحة أربعة أدي ملاحظة مهمة هنا في صفحة أربعة عندما يوصل الدم نعم عندما يوصل الدم للأوعية الشعرية الجريان هنا يكون بشكل سلس وضغط الدم رح يكون هنا واطي بحوالي 30 ملي متر رح يبقى هبوط الضغط أيضا رح يبقى واطي وين بالأوردة الفينس ويشرف على أن يكون صفر قبل عودته للقلب تقريبا قبل لا يرجع إلى القلب هذا الدم رح يكون تقريبا الضغط هنا يكون صفر إذا كان الشخص واقف بشكل منتصب فإن ضغط الدم في الشرايين يكون ممنتظم في جميع أجزاء الجسم لا متفاوت قيم ضغط الدم رح تكون متفاوت فمثلا معدل ضغط الدم في الشريان اللي يكون موقعه في الرأس بمسافة تبعد 50 سنتيمتر عن القلب رح يكون ضغط الدم بحدود 61 ملي متر بينما في القدم بمسافة قدم الإنسان المنتصب الواقف بمسافة بالقدم بمسافة 130 سنتيمتر عن القلب رح يكون ضغط الشريان اللي موجود بالقدم هنا ميتين ملي متر شوفوا الفرق هنا يعني بالرأس بحدود 61 ملي متر بينما في القدم رح يكون بحدود الميتين ملي متر زئب الآن نأتي إلى الضغط في الجهاز التنفسي رسپيروتوري سيستم فرق الضغط المميز بين الرأتين والأوساط المحيطة بالرأتين هي بحدود أدة ملي مترات من الزئبق هل قد ملي متر من الزئبق معدل الجريان الحجمي معدل الجريان الحجمي للهواء في الرأتين يكون تقريبا 6 لتر لكل دقيقة معدل الجريان الحجمي للهواء في الرأتين يكون تقريبا 6 لتر لكل دقيقة وإحنا طبعا في ظروف يعني هذه الأزمة وهذا الوباء نسأل الله أن يكون يعني رأتين نظيفة ورأتين كل العالم قطر يستطيع أن يتنفس بشكل طلق لهذا الأوكسجين ننتقل الغراجر inside this curl الجمجمة ضغط داخل الجمجمة كمعلومة عامة أن الدماغ يحوي تقريبا 150 سنتيمتر التكعيب يعني كحجم هذا نقول تكعيب معناته حجم أنه البرايم الدماغ يحوي تقريبا 150 سنتيمتر تكعيب كحجم يعني مخ ونخاء يكون بشكل سلسلة متفتحة مترابطة فيما بينها هذه تسمى بالتجاويف الشوكية ventricles أو تدعى بطين الدماغ في بعض الأحيان يسموها بطين الدماغ هذه واحدة من هاي التجاويف اللي هي القناة واحدة من هذه التجانف التجاويف اللي هي يسموها القناة اكويداكت تكون ضيقة اكويداكت تكون ضيقة عند الولادة تكون هذه القناة تقريبا مزدودة تكون تقريبا مزدودة والمخ يحبس داخل الجمجمة ويزداد الضغط الداخلي رح يزداد الضغط الداخلي نتيجة هذا الازدياد بالضغط الداخلي سيؤدي الى توسع الجمجمة وهذا ما يدعى باستسقاء الرأس يعني عند الاطباء يسمونه استسقاء الرأس الهايدرو سيفالس يسمونه الهايدرو سيفالس يعني هذا الاطباء يعني اعرف من عدنا في هذا الموضوع احنا نخصنا فقط ما نتحدث عن موضوع الضغط هنا في هذا الجانب طبعا يكون غير يعني مناسب قياس ضغط المخ بشكل مباشر طريقة كشف استسقاء الرأس هو بقياس محيط الجمجمة يقيسون محيط الجمجمة للمولود بالضبط مين من فوق الاذنين من فوق الاذنين هذني الاذان راح يقاس محيط الجمجمة بالضبط القيم الطبيعية للاطفال المولودين حديثا لمحيط الجمجمة هو بين اثنين وثلاثين الى سبعة وثلاثين سعن متر يقررون يعني الاذباب على هذه العملية التي تدعى بعمية استسقاء الرأس نجي اخر فقرة بالصفحة اربعة اللي هو الآيبرجر ضغط العين طبعا بالصفحة خمسة مثل ما جاي نلاحظ يعني اكو رسم للعين بكل اجزاء طبعا ما مطالبين بهذا المعلومة العامة لانه كودا انتو في المجموعة الطبية يعني فالشيء بالشيء يذكر كمعلومة عامة فما مطالبين به اجي هنا الى الفقرة الاخيرة من صفحة اربعة الضغط العين ماء العين الكويوس والغشاء الزجاجي للعين الفيتريوس يكونان تحت الضغط معين هذا الضغط يحافظ على ثبات شكل وحجم مقلة العين ماء العين والغشاء الزجاجي للعين يكونون تحت ضغط معين هذا مقدار الضغط المعين رح يحافظ على ثبات شكل مقلة العين وحجم مقلة العين على شكل وحجم مقلة العين أبعاد أبعاد العين يعني الشكل والحجم تكون حاسمة في إعطاء الرؤية الجيدة يعني النظر الجيد الضغط للعيون الطبيعية يكون بالمدى من 12 إلى 23 مليمتر زيبق الضغط بالعيون الطبيعية يكون بالمدى المحصور من 12 إلى 23 مليمتر زيبق نجي هنا إذا حصل انسداد جزئي في نظام الترشيح فإن الضغط سوف يزداد زيادة الضغط يمكن أن تقيد الدم المجهز للشبكية وهذا رح يأثر على حاسة البصر وهذا ما يسمى بالغلاوكوما طبعا بعض المصطلحات ما ممكن أنه يعني الترجمة يعني ما تأطي المعنى الحقيقي له يقاس ضغط العين بواسط أدوات مختلفة هذه الأدوات تسمى التونوميتر جهاز قياس التوتر المقلة أو جهاز قياس البخار التونوميتر هذا يعني هي عدة أدوات موجودة يسموها التونوميتر يقسم بها ضغط العين ومثل ما قلت أنه هذا الرسم ما مطالبين ب يعني تفاصيله نجي إلى الفقرة اللي هي في نهاية الصفحة خمسة اللي هو الضغط في الجهاز الهضمي دايجيستف سيستم عمليات الدفع في الجهاز الهضمي يكون التصرف ما لها يكون بشكل نقول علي شكل التوائي بيستلاتك يعني بشكل يعني متموج التوائي مع التقلص وانبساط عذلي للحلقة القابلة للانقباض حول قناة انزلاق الطعام في قناة المعدة والأمعاء الجي آي تي اللي هو القاسترو انتستينال اتراك هذا مختصر الجي آي تي اللي هي قناة المعدة والأمعاء يكون الضغط اعلى من الضغط الجوي ويتناسب مع حجم هذه القناة الضغط على جدران المعدة يزداد يمته خلال عملية الطعام ليش وذلك لان حجم المعدة اللي نصف لنصف قطرها ار اذا عندي معدة نصف قطرها فحجمها رح يزداد اللي هو الار تكعي اكثر زيادة بالضغط تكون نتيجة بلع الهواء خلال عملية الأكل يزداد الضغط هنا نتيجة عملية بلع الهواء خلال عملية الأكل رح يزداد الضغط طبعا نتيجة لفعل البكترية رح يتولد غاز في القناة الهضمية وهذا الغاز رح يزيد من ضغط الجي آي تي هناك عوامل خارجية تؤثر على ضغط القناة الهضمية مثلا يعني عملية الضرب يعني شد الحزام مثلا طيران السباحة غيرها لكن في المري الاسوفاكس رح يقترن الضغط بالضغط الصدري الداخلي ويكون عادة أقل من الضغط الجوي هنا بالمري رح يكون أقل من الضغط الجوي لأنه يقترن بالضغط الصدري الداخلي بشكل عام الضغط في القناة الهضمية يقترن بالضغط بالرأتين من خلال غشاء مرن واللي يفصل جهاز هذين يعني أكو ارتباط بين القناة الهضمية بالضغط بالرأتين نعم نأتي إلى الضغط في المثانة البولية يونير المثانة البولية وحدة من الملاحظات المهمة للضغوط هي الضغط في المثانة نتيجة الامتلاها باليورية طبعا تم حث الرسم يعني من هذه الملزمة لأدم الحاجة إلى عندما توسع المثانة رح يزداد الحجم مالته إذا توسعت المثانة يزداد الحجم إذا ازداد نصف قطر المثانة R فإن حجمها سيزداد R بينما الضغط رح يزداد حوالي إلى R تربيع الضغط هنا رح يزداد حوالي إلى R تربيع بالنسبة المثانة اللي نصف قطرها R عند البالغين عند البالغين الأداطس يكون حجم المثانة النموذجي قبل إفراغها هو 500 ملي لتر 500 ملي لتر هذه عندما عند البالغين نعم ضغط التفريغ الطبيعي ضغط التفريغ الطبيعي يكون أدنى من بين 20 إلى 40 سنتيمتر مع ضغط التفريغ الطبيعي يكون أدنى من الرينج مدى من 20 إلى 40 سنتيمتر مع جدا يتم يتم أن قياس الضغط بالمثانة بطريقتين طريقة غير مباشرة وهو الان دايركت وهو طريقة مباشرة طريقة غير مباشرة وطريقة مباشرة طريقة غير مباشرة الان دايركت مثال بامرار أمبوبة تفريغ البول من المثانة مع متحسس ضغط إلى المثانة من خلال مجرى البول الطريقة المباشرة الدايركت هو قياس الضغط بدلالة أبرة يتم إدخالها من خلال جدار التجويف في المثانة يعني طريقتين لقياس الضغط يزداد ضغط المثانة خلال بعض الممارسات مثلا مثلا نتيجة عمليات السعال الكاونك يزداد ضغط المثانة بالشد مثلا أو الإجهاد أثناء الحمل أيضا رح يزداد هنا ضغط المثانة نعم نجي إلى نهاية الفقرة الستة اللي هو الضغط في الهيكل العظمي السكيلتون السيستيم أكبر الضغوط في الجسم تكون في مركز ثقل الجسم وين يصير ارتكاز الجسم يكون هنا ضغط أكثر ما ممكن إذا كان كل وزن الجسم مثلا على أحد السيقان إذا كل وزن الجسم يعني تركز كل جسمك على أحد السيقان مثلا أثناء المش فالضغط في منطقة الركبة ربما يصل إلى أكبر من عشر أتموسفير أكثر من عشر ضغط جو وبما أن يعني قلنا الضغط هو القوة لوحدة المساحة لذلك عند قوة معينة سينخفض الضغط عند زيادة المساحة ليش؟ العلاقة عكسية كل ما زادت المساحة كل ما راح يقل الضغط العلاقة بيناتهم عكسية يتكيف العظم ويتهيئ مع ضغط منخفض مثلا عظام الأصابع تكون مستوية بالقياس إلى يعني الجوانب اللي تكون شكلها أسطواني القوة هنا راح تنتشر على سطح كبير يعني وهذا راح يقلل الضغط على العظام كل ما قبرت المساحة كل ما قل الضغط نجي إلى موضوع التمبرتشر درجة الحرارة شنية درجة الحرارة من درجة حرارة هي جد مستوى الحرارة بالمواد بالغازات بالسوائل بالمواد الصليبة جد مستوى الحرارة هي أي درجة الحرارة نقول عليها هاي مستوى الحرارة في المواد هناك ثلاث مقاييس شائعة لقياس درجة الحرارة التمبرتشر خاطر نقيس الحرارة لدينا ثلاث مقاييس أساسية المقياس السليليزي والمقياس الفهرنهايتي اللي أذنني أكثر شو والمقياس الكيلفن الكيلفن طبعا هذا يستخدم في التجارب العملية بالمختبرات نجي إلى المقياس السليليزي مقياس السليليزي يقسم مدى درجات الحرارة بين انجماد وغليان الماء بين انجماد الماء وغليان الماء إلى 100 جزء هذا الرينج بين انجماد الماء وغليان الماء انقسمه إلى 100 جزء وهذا راح يشار إلى بالمقياس المئوي السينتغريت المقياس الفهرنهايتي لا يقسم الفرق بين نقطة الانصهار والانجماد إلى 180 جزء أو 180 درجة ويشار إلى بالفهرنهايت اللي هو الكابتل أف مقياس الكيلفن هذا يمتد المقياس إلى حتى ما تحت الضغط درجة الصفر المطلق إلى ما تحت درجة الصفر المطلق يمتد هذا ولهذا هو يستخدم بالتجارب العملية وبالمختبرات نجي إلى تحويل درجات الحرارة طبعا أدنا هنا ست علاقات لتحويل درجة الحرارة من درجة السليليزية إلى فهرنهايت من الفهرنهايت للسليليزي من الكيلفن للسليليزي ومن السليليزي إلى الكيلفن من الفهرنهايت إلى الكيلفن ومن الكيلفن إلى الفهرنهايت المطلوب من أدنى أنه يعني نحفظ هذه المعادلات الحين أنا رح أرسلكم مجموعة من الأمثلة يعني محلولة ومجموعة من الواجبات اللي إن شاء الله تستطيعون من حلها وهي من ضمن المحاضرة دعائي لكم بالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا في أمان الله